أكدت وزارة الإسكان أن تخصيص يوم سنوي يحث على الرياضة يعبر عن مدى الاهتمام الذي تحظى به الرياضة في مملكة البحرين في ظل ما تمثله من قيم إنسانية تسهم في بناء وتنمية المجتمعات وأشارت الوزارة إلى أن الفعاليات الرياضية المنوعة التي أقامتها تأتي تماشيا مع برامج الوزارة التوعوية بأهمية الثقافة الرياضية هذا وأقامت وزارة الإسكان محاضرة توعوية بعنوان الرياضة تتحدى كورونا قدمها مدير الأكاديمية الأولمبية باللجنة الأولمبية البحرينية تحدث فيها عن أهم الممارسات الرياضية الصحية التي يمكن القيام بها في ظروف جائحة كورونا فضلا عن العوامل النفسية والاجتماعية التي ينبغي التحلي بها للحفاظ على المجتمع والوصول إلى مجتمع صحي يعزز من مقومات جودة الحياة كما أقامت وزارة الإسكان فعاليات خارجية احتضنتها مدينة سلمان تضمنت ركوب الدرجات ومنافسة رالي المشي السريع في ممشى المدينة بالإضافة إلى مسابقات ثقافية ورياضية